تشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها الدستور وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية قد تضمنت ما يفيد حظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والإذاء بكافة أشكاله محاولة المسؤول الإماراتي نفي حدوث تعذيب في بلاده في جلسة خاصة لمناقشة التعذيب في سجون الإمارات عقدت في جنيب لا تتقاطع كثيرا مع شهادات أدلا بها معتقلون سابقون عانوا الأمرين في السجون الإماراتية لقد تعرضت للتعذيب عند وصولي إلى الإمارات عام 2019 بسبب قميص كنت أرتديه عليه رسم لعالم قطر قوات الأمن قيادتني وبدأ أحدهم بتقطيع القميص وهو على جسدي بسكينه فأصبت بشروح بالغة لقد طلقيت لكمات وفقدت إحدى أسناني قبل أن ينقلوني إلى معتقل خاص للاستجواب البريطاني ماثيو هيتجز الذي اعتقل سبعة أشهر بتهمة التجسس يروي مشاهد قاسية لعدابات معتقلين آخرين في الغرف الأخرى كنت أسمع الضرب ورأيت أثار الدم على الجدران واستمعت إلى شهادة رجل من سوريا كان مقيدا على كرسي بحقيبة على رأسه لمدة عام أقام صداقة مع فأر لأنه المخلوق الوحيد القريب منه رأيت أيضا مجموعة من أفغانستان أجبر أفرادها على لقوف لمدة أسبوع كامل التعذيب في السجون التي تديرها الإمارات خارج حدود الدولة وتحديدا في اليمن لم يتوقف برغم انسحاب القوات الإماراتية رسميا من هناك برغم مغادرتهم اليمن ما زالوا يعملون مع جماعات محلية تمارس التعذيب تماما كما كان يحدث عندما كانت قوات الإمارات هناك لقد وثقنا والأمم المتحدة وثقت أيضا حالات متعددة لمرافق الاعتقال السرية وفد الإمارات لم يقدم أي أجوبة عن تهم التعذيب في اليمن في جلسة الاستماع وطلب مهلة لتقديم إجاباته خطيا الشهادات الوريدة هي لمعتقلين أجانب أطلق صراحهم بعد تدخل نوالهم هذه الفلسط لا يحظى بها معتقلون رأي والناشطون والمعارضون الإماراتيون وعلن هؤلاء غير معروف بسبب التعتيم ومنع المنظمات الدولية من زيارة الإمارات موسى عاصي جنايف الميانين